من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب سنوية عامة أخباركم يا حبيبي ويا رب دايما تكونوا بخير احنا طبعا انت عارف ان احنا في النظام الجديد مش محددين قوي بأسئلة معينة وممكن جدا تبص لأي نفسك معرض ان يجيب لك سؤال من سنة فاتت من سنتين فاتوا من ثلاث سنين فاتوا ويحطها لك حتى ولو كانت القاعدة دي اتحذفت من المنهج لانه يقول لك الموضوع تركومي وبنان عليه فكرت في حاجة ظريفة جدا اتعاندك السنين اللي فاتت كان فيه وحدات اصلا كان فيها قواعد تانية وتحذفت طب ما احنا اصلا كده كده وارد انه يسألنا في القواعد اللي اتحذفت لانه وبقول لك ان القواعد دي قواعد تركومية وعلشان كده قررت ان انا اقدم لكم المجموعة الكبيرة دي يعني هو كنز كبير جدا من الاسئلة بالتالي هبدأ من النهاردة ان شاء الله وحاول يوميا ان ازدلكم حلقة من الموضوع ده باذن الله كل يوم هتلاقي حلقة عن هذه الجمل تلاتين جملة تقريبا انا زل لكم كل يوم تلاتين جملة اختياري تستفيدوا بيهم وتسمعوا شرحهم بننشط ذاكرتنا في القواعد اللي اخدناها وبنتعلم حاجات ربما تكون غايبة عننا وبنقول كلمات وقواعد مش قواعد بس كلمات وقواعد يعني بنديلك فكرة عامة عن المنهج كل يوم بتسمع عشر دقايق مسلا بتفوق لك الانجليزي اعتقد ان الموضوع ده هيعجبكم جدا تاني تعلاقاتكم مستنيكم تقولوني اذا كنتوا حبيتوا الفكرة ولا لا وهل اكمل فيها ولا لا احنا هنروح نحل مع بعض التلاتين جملة وارجع لكم تاني احنا في نمبر وان بتقول طبعا انتوا عارفين ان كلمة مصر على يعني انسيستنت وبتاخد حرف الجر ان طبعا مستر حد يقولي مستر انسيست يعني يصر انسيست اون اقول لا ده الفيرب الفعل نفسه ما يفعش بعد واز اقول انسيست حتى من غير ما احط اي نجي مش هينفع ولكن ممكن اقول بعد واز احط صفة يعني مصر فانا عايز صفة اللي هو انسيستنت مصر هو كان انسيستنت اون مصر على نمبر بي هي الاختيار الصحي الجملة لنمبر تو بتقول افريوان اجريد كل الناس موافقة كل الناس بتتفق معي في كلامي so i know علشان كده انا عرفت i was on not ground ان انا كنت على ارض صلبة اه انا كنت صح يعني طيب كلمة ارض صلبة firm ground number c يعني ارض صلبة three they built the shelter using old wood هما بانوا الشلتر ده مستخدمين old wood خشب قديم and plastic just whatever was not فقط ما كان متاح بالنسبة لهم بس استخدموا الحاجات المتاحة old wood and plastic استخدموا بس the available available يا شباب number a يعني متاح الاختيار number a number four we must take not steps لازم ناخد خطوات a to deal with the problem علشان نتعامل مع المشكلة لازم ناخد خطوات ايجابية positive steps number c positive steps يعني خطوات ايجابية هنختار number c positive okay five i think he is not you can talk to him اعتقد انه صاحي اعتقد انه صاحي تقدر تتكلم معاه لانه ما ينفعش اقولك مثلا اعتقد انه نايم روح كلمه ما ينفعش ساعتقد انه صاحي واعي awake number b هي الاجابة الصحيحة number b awake اعتقد انه awake you can talk to him number six the store المحل ده always takes not extra sales assistant for christmas period دايما بيشغلوا extra sales assistant يعني بيعين زيادة في فترة christmas okay طيب يوظف او يشغل اللي هي الفرب takes ياخد حرف الجرر on takes on يعني يشغل او يوظف number seven i can't wear these socks مش زو socks مش هادر البس الشراب they are full of punctures يعني ثقوب punctures number b punctures يعني اصلي هولز ثقوب في شيء صلب مش في القمش اوكي يعني خلي بالك من الحكاية دي holds ثقوب في شيء صلب طيب number eight the boss not to dismiss him if he continued to turn up late forward البوس رئيس العمل هدده انه dismiss him هيطرده لو فضل كده مكمل في فكرة ان يجيش تقول متأخر خلي بالك يهدد يعني ثريتن طبعا هاختار ثريتن اللي هو number c ثريتن يعني هدده البوس هدده انه هو dismiss him هيطرده number eight number nine a lot of people oppose ناس كتير بتعترض oppose يعني يعترض putting telephone not on the roofs of the buildings او off buildings ناس كتير بتعترض على وضع الابراج بتاعت التليفون التليفونات المحمولة يعني ابراج التليفون المحمولة فوق المباني مبانيهم يعني يقولك لا انا محطش حاجات لانها بيقولوا ان الاشيعة طبعا بشكل نسبة بنسبة كبيرة مؤكدا انه الاشيعة بيبقى ضرر فبالتالي احنا بنعترض على ده telephone musts number d musts الاجابة الصحيحة telephone musts اللي هي ابراج التليفون number ten he has always been a not worker we trust him احنا بنسق فيه هو شخص واعي وضميره حي ويقز consensus 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 يعني واعي اوكي consensus يعني واعي number b number eleven she asked هي سألت what not at the moment طيب عايز اسأل حضرتك سؤال اولا نتكلم مع بعض كده منطقيا asked هنا معنى كده ان السؤال ده كلام غير مباشر اوكي طيب وطبعا مفيش علامات تنصيص يعني واضح جدا ان الكلام غير مباشر و at the moment اللي هي دي تدل على ان الكلام كان وهو مباشر كان مضارع مستمر لانه at the moment كانت مضارع مستمر يعني كان اما was aware وبالتالي تم تحويله الى ماضي مستمر اللي هو was aware بس خد بالك في الاسئلة الغير مباشر بتحط بعد اداة الاستفهام الفاعل اولا ثم was حد يقول لي طب خلاص يبقى طالما حضرتك بتقول كانت مضارع مستمر وبقيت ماضي مستمر باختار was i dying لا مهي ده سؤال تم تحويله الى غير مباشر فلازم اختار i was dying number eight 12 he remembered not her at a party once هو افتكر انه قابلها في حفلة في يوم الايام انا عايز اقول لك على حاجة او انا دايما بقولها ان في حاجة اسم الافعال الخامسة انا دايما بقولها انا المختار الحكاة دي ما هيش انا عارف انها موجودة في العربي بس في الانجليزي بالهزار كده احنا عايزين نحفظها الافعال الخامسة هم مين remember or forget or regret try and stop الافعال دي ما لها لو جي بعدها اين يجي بل حاجة دي حصلت وانا تذكرتها او نسيتها او ندمت عليها او توقفت عنها وهكذا وبالتالي انا عايز اعرف هو قابلها ولا ما قابلهاش هو قابلها وافتكر انه قابلها ولا ما قابلهاش وافتكر انه لسه هيروح يقابلها الوقت لا ده بيقول once يعني ذات مرة يعني في يوم الايام ده في الماضي يبقى تذكر لقائها remember the meeting her تذكر المقابلة اللي كانت قابلها لها قبل كده في الحفلة number 13 you not go to the bank i can lend you some money حضرتك مش محتاج خالص انك تروح البنك انا ممكن اسلفك فلوس لست في حاجة او لا توجد ضرورة اللي هي don't have to number b don't have to يعني لا توجد ضرورة لعمل شيء number 14 this is the table or not i put my box هي دي ترابيزة اللي انا عليها اضع كتب on which number b on which هي الاختيار الصحيح اللي عليها انا بضع الكتب number 15 not you need any information ask الصلاح صالح طيب السؤال هنا مباشر ولا غير لا طبعا مباشر يا مستر عشان في علامات التنصيص زي ما انت شايف قبل وبعد السؤال يبقى الكلام ده كلام مباشر يعني المفروض ان هو لسه ما تحولش للماضي اه طب مين المضارع اللي فيهم المضارع الوحيدة اللي موجودة هنا هي well number a لين البقين كلهم ماضي number 16 I wish not to the manager انا بتمنى ان انا قابل او اتكلم مع المدير I wish هنا هحط بعدها الحاجة الوحيدة اللي تنفع هنا في الاختيارات دي هي tool مصدر I wish to speak to the manager اتمنى اتكلم مع المدير number 17 not they got home she had already left طبعا انا عارف اه اه في بعض القواعد كده ممكن تكون حضرتك بتلبط فيها بس انا دايما بقول حاجة مهمة جدا في حاجة انا حد سألني وهستغل الفرصة دلوقتي ان انا موجود معاكم هقولها حد قال يا مستر هو then هي هي buy then لا طبعا then حاجة وباي then حاجة تاني خالص then اللي هي اه لو انت بتكلم في المباشر وغير المباشر then دي كلمة كانت now يعني كانت بتدل على المضارع المستمر انما buy then لا اذي buy دايما بيجي بعدها اه او بتدل على الماضي التام اوكي طبعا نقط زي got home she had already left انا طبعا شايف ان في بعض النقط فعل ماضي بسيط والنحية التانية ماضي تام ايه القاعدة او الكلمة او الرابط اللي بيجي بعده ماضي بسيط ثم ماضي تام من دول هو buy the time number c buy the time قبل او بحلول مواعد ان هي وصلت البيت she had already left هما قبل ما وصل البيت كانت هي ماشية number 18 the museum typically not at 8 o'clock طبعا مواعد الحاجات الثابتة مواعد افتتاح المتحف بتاع كل يوم ده ده حاجة ثابتة وبالتالي دايما بيستخدم عن المواعد الثابتة والحاجات الثابتة زمن المضارع البسيط اللي هو number a opens خد بالك اي حاجة فيها مواعد ثابت يبقى بتستخدم مضارع البسيط number 19 he not to the bank to draw some money he will be back وهيرجع in half an hour بعد مصة ساعة خد بالك من حكاية انه لسه هو راح البنك وهيرجع يعني لسه هناك ذهب ولم يعود اصله لو راحه ورجع يبقى has or have been لكن لو راحه لسه هناك يبقى have or has gone خد بالك من الحكاية دي has gone يعني ذهب ولم يعود وهو هيرجع زي ما انت شايف بعد نص ساعة يبقى has gone دي الاختيار number b الاختيار الصحيح number 20 my uncle lives not a long way that we rarely rarely visit him جدي او عمي بيعيش على مسافة كبيرة قوي مش هنقدر او نادرا لما بنزوره وطبعا انتوا عارفين ان الصفة هنا long وجاي بعدها اسم واحنا اتفقنا لما يبقى صفة وبعدها اسم يبقى بيجي معاها such اتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وحبتوها واتمنى انكم تقولوني زي ما قلنا في التعليقات اذا كانت عجباكم الفكرة نكمل فيها ولا لا بحبكم في الله الى اللقاء